اشتركوا في القناة 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 وننتقلوا للمنطقة هذه صح فبالتالي بتمر بالسالفة هذه بتمر بسالفة اليوم بمدون بيبات مال صالات مالكهرباء مالكهرباء وما كذا وهذا نور مالكو شيء طبيعي جدا نعم ان المنطقة ما بيبا سوي فيها كل الخدمات اذا فقط ساكنين فيها 10% من الكباسيتي من المنطقة أو من حجم او الطاقة الاستيعابية من المنطقة اوكي فإذا أنا جاهز بابتدي الحين لا بحاول أحصل لي مكان الخدمات في موجودة إذا أنا بعدني عندي خطة أن أنا بعدني بابتدي أبني بعد خمس سنين مثلا ما في مشكلة أروح لمنطقة جديدة وأروح وأختار لي أرض وهني ني عدا الآن حددنا المنطقة بالخدمات الآن ني على حجم الأرض ولنفرض فحين أول نقطة أنا الأفضل أن أكون في مكان البنية التحتية جاهزة البنية التحتية مكتملة بنية التحتية يعني شو هارع؟ شو هارع؟ الله يعزكم صرف صحي الخدمات الرئيسية كهرباء يعني الأمور الرئيسية موجودة الطرق معظم الناس اللي تحصلهم أيضا مرة ثانية يتحولوا طبعا هذه الآن أنت مبداما بتقدر تخططها طبعا سنقول إذا تقدر أنك أنت ترتب بهالأمور كتخطيط بيكون ممتاز فإذا كان عندك الاختيار ما بين أرض في منطقة فيها البنية التحتية جاهزة وأرض في منطقة ما فيها البنية التحتية بروح للبنية التحتية جاهزة طبعا إذا بروح لبنية التحتية جاهزة ما أعطي أنني أكون جاهز للبنيان إذا أنا بروح لمنطقة بعدها بالتالي بعطي عمري مجال أخطط وأجهز ويمع وأرتب بالتالي بأخذ أرض نعاد لموقع الأرض نفسها الحين أنت تختار ستايل حياتك لما تختار موقع الأرض نفس يوم تختار التصميم بمعنى اللي يحب الصخب واللي يحب أن يكون فيزبل وواضح وفي مكان يعني يبين وسهل الوصول له بالتالي بقول لك تختار على شارعين وتختار على كورنر وتختار على زاوية وتختار على أطلالة وتختار في مكان عام طيب في لكل شيء دائما جانب إيجابي وجانب سلبي اختيارك لمنطقة مثل هذه بيكون الموضوع شوي في إزعاج لأنه بيكون دائما في حركة عندك بتكون في منطقة بزي صح شوارع حركة سيارات بتبديد تحاتي باتريا وعيالك طلعه ولعبه وسعره بتتم دائما في هذا الهاجس موجود عندك إذا أنت من الناس اللي تبحث عن البيت أنهم دائما نسمع المصطلح يقول لك هذا المكان هومي هذا المكان فيز لايك هوم هذا المكان وورم هادي إذا بتالي تأخذ لك مكان عرب تكون داخل منطقة فريج نيبرهود صغير وبحيث أنك لا تكون على الشارع الرئيسي بتأخذ اللفات لما تطلع الشارع الرئيسي هذا الآن اختيارنا لموقع الأرض نحن الآن نرجع نعيد ترتيب أفكارنا نحن الآن قلنا بنعرف هل أنا بابني الحينة بالتالي بروح لمكان جاهز هل أنا بعدني على البنيان بروح لمكان ما علي لو ياخذ وقت اختياري لموقع الأرض بناء على أنا شو رغبتي هل أنا حب يكون مكان ويت فيزيبل أو أحب أن المكان يكون ستير حتى المنطقة اللي أنا باختارها يعني المنطقة اللي أنا باختارها بتكون نص المدينة واللي بتكون من المناطق اليديدة هاي ليش ولي داخل وإذا كان بعد يعني طبعا هذا يعني يعتمد على مدى التخطيط للبقعة يعني أنت لو تشوف اللي كان المخطط مكتمل أنت كان لك تجربة في الشركات قبل الشركات العقارية أحط لك الماستر بلان وأقول لك هني الدكان هني المسيد هني الكذا هني تبتدي أنت تخطط تستعلي الحياة صح؟ تقول أنا أشتري بيت هني لأن حذالي المسيد حذالي مثلا سيسبب ماركت سوماي دي تو دي تنجز اللي كل يوم أسوي عبارة عن ووكينغ ديستنس أنت من هنا تبتدي ساعة يقولون هذه الأرض قريبة عن خدمات بضع خدمات ممكن تكون حديقة ممكن تكون مسيدة ممكن تكون بقالة ممكن تكون هب عبارة عن نيبرهود لدي تو دي تنجز لاندري بحلاق وتبرك الشغلات اللي تحتاجها أنت بشكل يومي فهذه بعد ترجع للشخص أنت شو تبقي؟ بالضبط هذا المكان مناسب لك لكن إذا تتبع مكان شي هادي ما في هاي الزحمة ما شي هرنات برع ما في زحمة سيئير تبتعد عن هاي لماك فهذه دي الآن إحنا وصلنا للمرحلة إن إحنا شو وختارنا المكان حلو زين حني للشي الثاني أو الشي الأكبر الحين اللي بابتدي في موضوع البنيان صح وبتدي في موضوع التصميم طبعا أنا ما بأتخل في سالفة أن عندي قرب ولا عندي مساعدة سكنية ولا أنا بأتسلف أنا أقول أول شي في المشروع البجت الميزانية نفس ما أرجع مرة ثاني بردك للحظة اللي قبل أنت تكلمت عن موضوع التخطيط والموازنة وكام عندي وكام لي وكام بصرف وكام كذا وديني وشو نفس الكلام أنا الآن شو الموازنة اللي بحطها لمشروع العمر أو لبيت العمر صح وهو موضوع حديثنا اليوم أنا كم أبغي أحط إذا حطيت هذا الرقم بعدين أبتدي أحط عليه احتياجاتي معظم الشباب أبو عزيز وأغلبنا لا يروح يحط احتياجاته ويسوي ويخلص وكذا يقول أنا هذه كل الأشياء اللي بها أبو البيت يكون فيه كذا ويكون فيه كذا ويحط بيت الأحلام وبعدين يصدم بي البيزات اللي عندي ما تسوي لي بيت العمر صح طيب البيزات اللي عندي بتبطرني أن أنا أتسلف أضعاف مبلغ المساعدة السكنية صح وبالتالي طول فترة حياتي بتم أسدين صح فني على أنه أنا أقول لا أنت تبدأ بالموازنة يعني أنه دائما هذا أول سؤالي كم بتروم تحط في البنيار كم تقدر كم عندك حاضر حول هالمبلغ حط احتياجاتك الآن بتي بتقول لي بس أنا احتياجاتي أكثر أقول لك أنه أنت أنت هذا قرار أنت تأخذ أنت تضغط نفسك هل أنت عندك استعداد أنك تعيش في مثلا خلنا نقول لعب المالي اللي بيكون عليك طول الفترة هاي في حد بو عزيز ممكن يقول لك والله أنا همشي يكون مرتاح في البيت بخدم باخد سلفي وبدفع وبسوي همشي أنا ينسف في مكان أنا مرتاح فيه فنرجع نقول لأنه الميزانية بس حد من الناس بمريم تعرف يستوي بيت العمر هذا يتحول إلى أزمة العمر وتلقاه هو في دوامة حتى البيت هذا ما يستنتع فيه ما يستانس فيه وشفنا وسمعنا من الشباب وسمعنا من الناس اللي من السنين والريال هذا في دوامة الدين بسبة هذا البيت اللي هو اعتقد أنه خلاص متى ما دخل هذا البيت وجهز وسكنه بيكون أسعد إنسان في العالم لا أصبح البيت هذا يعني مثل ما يقولون عب عليه والريال اللي تلقى له خمسة عشر عشرين سنة وهو محمل بهذا الدين فأعتقد هذه نقطة مهمة هذه نقطة مهمة الآن حطينا الموازنة قلنا الموازنة طيب أنا الحين بدخل في تفصيل آخر هل أنا عندي استعداد أو عندي تصور واضح أنا شو احتياجاتي في البيت ضوء الميزانية هاي طبعا أنا كيد بشتغل مع استشارك وإحتياجاتي مهندس جميل أنت الحين بتي بتقول قبل هذا بس أنا بأ يعني كنت أبغي أسحب الحوار لجزئية ثانية هل أنا ما بغي أعور راسي في صدعة استشاري مقاول ترخيص بناء تعال دفعات اختيار موازنة ولا بقول لي حكومة عطوني من بيوتكم الجاهزة وبختار شيء مناسب وبنتقل عليه من ثاني يوم فهذا اليوم خيار موجود اليوم خيار موجود أن البيت جاهز تاخذ من أحد المؤسسات الإسكانية يقول لك المؤسسات الإسكانية تعال خذ بيت عدنا بدل النموذج خمسة وستة وسبعة وبعدين هني أنا أو ما بقول أنا بقول مثلا الناس العادين اللي ممتخصصين في المجال الهندسي صحب عليه أني يتخيل المخطط هذا إن ريالتي كيف شكله في الحقيقة الرسمة هاي كيف بتكون بيت أنا كيف بتحرك كيف بسير صح وإني طبعا اعتمد على قدرة الشخص نفسه وقوة الاستشاري في طريقة العرض أنا ممكن أعطيك مخطط ويعني بفترض أنك أنت فهم عن شو أتكلم هاي بس أحمد حين سؤال إذا اليوم بسأل بو مريم بقول له أوكي شو الفرق بين الاستشاري والمقاول طيب شو دور الاستشاري شو دور المقاول ومتى هذا بالتواصل إياهم شوف الاستشاري هو أول جهة أن تتسير لها ومن اسمه هاي 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 هو المستشار وهو خلنا نقول العين الخاصة بصاحب العقار فحتى في المشارية الكبيرة نحن نقول دائما أن هذا هو الممثل المالك المالك الاستشاري في حد يحط على الاستشاري شي يسمونه project manager بس هذا في المشاريع الكبيرة مبمح وار حديثنا اليوم سنتكلم عن المشاريع العادية الاستشاري هو ممثل المالك فالمفترض هو الشخص اللي يمثلك ونحن نعرف أن المستشار مؤتمن مثل ما نقول المستشار هو الشخص اللي أنت في النهاية بيكون يعطيك النصيحة الصحيحة أنت تبتدي عنده وتقول لأنا هذي ميزانيتي وتبتدي تقول له احتياجاتك قبل ما ندخل للاستشاري للاستشاري الآن المقاول بي في مرحلة بعدين أن أنا ببتدي أسوي مناقصة وشوف منه أفضل سعر وبدخل مجموعة مقاولين بندخل بهذا التفصيل بس أنا نرجع خطوة وحد قبل إذا أنا ما عندي استعداد يا أبو عزيز أدخل في سالفة أنني يكون عندي وقت أقضيه مع الاستشاري في أحسن الأحوال بقضيه تقريبا معاه في البداية كتخطيط شهرين لثلاث تصميم نموذج أولي اثنين ثلاثة أربعة لما نتفق على التصميم اللي احنا نبغي بعدين أبتدي أدخل في تراخيص بعدين أبتدي أدخل في اختيار مقاول إذا أنا ما بغي أمر بالمراحل هاي التراخيص هذي أنا اليوم لا الاستشاري اللي بيسوي لك الاستشاري بيسوي لك فأنا اللي علي يسوي الاستشاري أتعاقد معاه أخطار ونختار التصاميم والراجع والحرم شرائها وانت شرائك لا الحرم شرائها توقع في النهاية يا أخي منوي البيس في البيت أكثر صح احنا ولا هم هم اللي يسون في البيت فبالتالي هي لازم تكون هي مخططة على المكان على الطريقة اللي هي تبغي تدير حياتها فيها صحي فنرجع لهذه نقطة وايد مفصلية هلا أنا عندي استعداد أدخل في هذا ولا أنا أبغي أختار واحد من البيوت الجاهزة واللي تناسب ميزانيتي وبأشوف ميزانيتي تقدر تعطيني شو ثلاث أربع خمس غرف دور دورين بأشوفها على الواقع في البيوت الجاهزة إذا أنا ما أبغي وما عندي خلنا نقول الأنرجي والطاقة أن أنا مر بالتجربة هاي كلها بروح يا أخي بختار لي بيت جاهز وبقول هذا البيت يناسبني عدد أفراد أسرتي على حجم البيت على ميزانيتي مناسب وبنتقل تمورو مبعدني بابتدي أبني وبخلص وبسوي طبعا أنا ما أروج لشي على حساب شي بس it is the choice صحيح للشخص نفسه صحيح اللي بينا حد من الناس بيشوف أنه بهاي الطريقة أنا إذا بنرسمها كبروسس أنت اختصرت عشرات الخطوات سويتم في خطوتين خذ البيت بالضبط توكل هاي مفاتيحك توكل على الله حبك هذاك ودخل بالضبط حد يقول لا يقول أنا هذا بيت العمر نعم أبا أثثه مثل ما أنا أبا أبا المطبخ يكون بالطريقة اللي تباهى الحرمة أبا الحجر أبا الصالة وغيرة أبا يكون عندي ما يقول حرية التصميم لأن هذا بيت العمر فإحنا بالفعل ما نرجع شيء على شيء أحنا نقول وجهات النظر يا أخينا أنا أقول لك أنا أعطي مثال شوي بعيد بس within the same context لما واحد يشتري موتر يخذ أوف شلف بنفس المواصفات وواحد ثاني يصير سبيسفايز حتى ليلد اللي في السيارة صحيح لك بارض يوغو ثرو دس ولا تبغي شيء على الجاهز صحيح الآن كل شيء له قيمة لثمن سواء نقدا كتكلفة أو سواء جهدا صحيح أنت في النهاية وقت وقت في النهاية هذا جهد جهد ووقت المتابعة صحيح طيب فبالتالي خلنا نقول أن نحنا خذنا لاين التصميم لا ما خذنا اللاين اللي هو البيت الجاهز طيب كيف بختار الستشاري مالي زين البلدية أو الجهات الخاصة المعنية بالترخيص تعطيك قائمة بالاستشاريين المرخصين في الإمارة وعادة الآن وبعد أن يزاهم الله خير يوسعوني شوية بالخدمة يقول لك المكتب الفلاني هذا مثلا عليه شكاوى عليه ملاحظات وردت فيها خلافات الآن هذه الأمور شوي شوي ابتدت تكون موجودة فيه نوع من الشفافية فيه نوع مشفافية ولكن من أول ما أنا عرفت عن القطاع الهندسي هذا ودخلت فيه وشفت المين محرك للمجال هذا is الوردوف ماث بمعنى منو من هلك تعاقد ويمنو كان مرتاح ويا منو من هلي بنو يا شخص ما سواله مشاكل ويا بلي مقاول زين وما شفته تدري ما كنت تسمع من القصص يقول لك يا خينا هذا ما شفته أنا ما شفته أنا ما شفته مول خلص البيت سترتك تتوقع وطر الوردوف ماث كذلك جانب مهم جدا فهي جزئتين جزئت أنك تبتدي أنت تتحرق وتشوف الشخص المرخص المؤهل اللي ما عليه شكاوى من الجهة اللي تشرف على المباني وعدنا في تباية البلدية ما شاء الله جهة قوية جدا فيها طاقم هندسي قوي فبتتقدر تستفيد من خبراتها وتقول لهم أنه منو المكاتب اللي معلها مشاكل والجانب الآخر اللي هو الوردوف ماث طيب اخترنا الاستشاري اخترنا ورحت يلست عنده وسلمت مخطط الأرض وابتديت أقول له ميزانيتي أنا ميزانيتي اكس امونت المفترض بيقول لي مقابل هذه الميزانية يا أبو عزيز أنا أقدر أسوي لك شي مساحة بنيان كده مبلغ بيعطيك أو درنو بيعطيك رقم هذه مساحة البناء بتترجم لي غرف والاحتياجات وكده بيقول لك أنت بتقول لي بس أنا أبغي البيت مثلا يكون دورين بس أنا أبغي البيت يكون في مثلا أقل شي أربعة غرف نوم أنت بتحط احتياجاتك وبيبتدي يحاول يوازن ما بين موازنتك وما بين الاحتياجات اللي عندك في مصطلح ذكرت بمريم اللي هو البناء مساحة البناء مساحة البناء شو الفرق بين مساحة البناء أو بلتاب أيريا أو بلوت أيريا مساحة الأرض شو الفرق بينهم مساحة الأرض القطعة اللي يعطوني إياها وهي عادة عادة أنت تكون مسموح لك في البنيان فيها 50% تقريبا من مساحتها 50% يعني خلنا نقول 10,000 بروم أبني 5,000 وفوقها 5,000 على الأرض كطابق أرضي أقدر أخذ 50% منها فيها لكل قاعدة في استثناعات ولكن هذه للسهولة أنت تقريبا نصة تقدر تبنيها على الأرض ممتاز اللي هي هذه مساحة الأرض القطعة هذه مساحة الأرض البلوت اللي انتخذت من الجهة المانحة اللي هي البلدية خلنا نقول ومساحة البناء مساحة البناء البنيان اللي أنت بتبني الفلة نفسها الملحق الملحق هذا يدخل بعد حتى لو كان ملحق مثلا مستقل برع نعم هذه تعتبر بلت أب تعتبر مساحة بناء عادة للسهولة للتسعير مساحة البناء تنضرب في سعر سعر الفوت المربع تقريبا يبتدي يعطيك تصور plus or minus 10% للتكلفة كم بتكون فأنا أضرب سعر الفوت أو سعر القدم في مساحة البناء اللي بسويها هذا يبتدي يعطيني تصور أن أنا تقريبا كم الاستشاري طبعا هو اللي يبتدي يقول لك والله سعر السوق الآن في المرحلة الحالية كده فبالتالي هو من واقع تحليله للعطاءات التي تيه من المقاولين بيقول لك والله تقريبا آخر شهر شهرين حصلنا أسعار ما بين 280 لـ 300 درهم للقدم ويوم يعطونك هاي التسعير هاي التسعير شو تمثل بومريم يعني يقول لك مثلا هذا الستاندرد هذا هاي كواليتي هاي التسعير مثلا حق شي آفرج شو هاي التسعير عادة عادة هو لما يعطيك سعر يعطيك سعر على المواصفات العادية المقبولة بما معناه أرضيات بتكون معظمها سيراميك بعض المناطق بتكون رخام كدرأي كمكان رئيسي هذا البيسيك هذا الستاندرد طبعا كل الاستشاري عنده كتاب مواصفات يحدد فيه المواصفات اللي بينزلها هو عندك انت يوم بتي بتنزل المشروع طبعا احنا الآن ويستبت انتو لفل أوف فنيشينج هذا بيبين لك ان السعر اللي هو بيعطيك بيقول لك مقابل هالسعر مثلا بتحصل البيبان سعرها ألف وكرمت الحمامات تقريبا أفرج ألفين وخمسمية وترى الإضاءة مبعالية عليك أنت أو أنها موجودة بس محطوط مبلغ مقطوع عشر تلاف درهم إذا تجاوزته ترى أنت اللي تدفع هذا كل يتحدد في النطاق اللي يحطها الاستشاري لما يحط التصميم بالتفصيل ويحط المقاول بعدين اللي هو يسمونه جدول الكميات يبتد يقول لك شو اللي مشمول شو اللي غير مشمول هني تبتد انت تعرف شو اللي يشمل السعر وشو اللي ما يشمل السعر نزيل يمكن هاي الخطوة تكون قبل النقطة اللي طرحناها توا الأسعار على سعر القدم التكلفة كما بتكون أو بعدها ما عرف ولكن متى التصميم نفسه ومناقشة هذا قبل هذا قبل هذا قبل أنت الحين لأن شو اللي يستوي ساعات اللي يستوي ساعات بمريم يقول لك الاستشاري أو يخبرنا مثلا حد من الشباب يقول أنا يوم أي لسه الاستشاري وكأنه يفرض علي التصميم اللي هو في باله يسكر عليك البيبان تعرف فساعات أنت ما تعرف حين زين ما بو هاي الطريقة فيفرض عليك رأيه المهندس اللي يجد دامك شوف الوقت بالنسبة للاستشاري ويعني عذران إذا كان في حد يتابعنا استشاري أو يتابعنا استشاري الوقت للاستشاري فلوس أنا بحاول أقل الوقتي وياك عشان I take a short time أنا بحاول أدفعك لوحدة من التصاميم اللي عندي في مكاتب يشتغلون شيء في مكاتب ما يشتغلون شيء الأسهل عليه أن أنت تختار لشيء من تصاميم سواها عدل عليها أو تصميم هو نفذة فهو يعرف الشارد والوارد فيه هذا أسهل وأسرع اللي بتدخله في تشالنج اللي ما ببتدي يعطيك تقول لا لا هالي اوبشن ما عجبني عطني اوبشن ثاني ثالث رابع أخا بتبتدي أنت تاخذ في الموضوع هذا تبدأ أنت كأنه يبتدي من سكراتش من البداية خلي يبتدي من سكراتش ياخذ وقت فهو طبعا طبيعي بيحاول أن يقنعك بشي موجود بس أنا دائما أرجع وقول النقطة اللي بديناها في البداية كم موازنة المشهول صح دائما خل هذا المرجع مالك الآن أنا سويت التعديلات هذه طيب أنا أنا أبغي كذا قل لي يا استشاري هل أنا طلعت برع النطاق ميزانيتي أو لا خلي سوي إحنا كنا نشتغل مع ناس نسويهم حتى الكاشف لو جدول التدفق المالي أن نقول لكم بتصرف خلال كم متى دفعتك الأولى متى الثانية أنت بعدين نرجع لتخطيطك أنت بعدين المشروع أنت عندك موازنة بس كذلك تعرف صرفك كيف تحدد احتياجاتك مع الاستشاري البيت أو السكن اللي أنت بتكون فيه أنت تخطط حتى طريقة الحياة بمعنى هل أنا حاط في تصوري أنه الآن مثلا عندي خلنا نقول عندي أربع عيال هل كل واحد أبغى في حجرة ولا أبغي الإخوان في حجرة مثلا والخوات في حجرة بالتالي أنا أكتفي بي ثلاث حجر حجرة اللي أنا وحجرتين للعيال وممكن تكون حجرة واحدة مثلا سيلة الضيوف الآن أنت تخطط هذا الشيء كأحتياجات ولكن أنا عدتها أكثر مع مرة وبرجأ أقولها إذا كان من ضمن موازنتي أنا أقدر أغطي لكل شخص حجرة تمام بالتالي بروح على موضوع لكل فرد من أفراد الأسرة حجرة ولكن إذا ميزانيتي ما تسمح أن أنا مثلا عندي خلنا نقول ستة ولا سبع من الأعيام بسوي بيت سبع غرف وإن إمكانياتي متواضع لا بابتدي أخذ سالفة أن أنا أكون مثلا كل اثنين في حجرة خلنا نقول عدد الغرف مهم جدا مساحات الغرف لأنها تتحكم في مساحة البناء الآن بتي أنت روحك بتسألني طيب شو مساحة البناء الصحية أو شو عفوان مساحة الغرفة الصحيحة أفضل طريقة أبو عزيز لها الموضوع أنك تقايس على المكان اللي أنت فيه بمعنى خلنا نقول أنت ساكن اليوم في بيت مثلا بيت الوالد أو أنت مأجر وتفرد شوف أن مساحة الغرفة هذه مناسبة بسير بقايس الحجرة بالمتر العادي أنا أنا كشخص ببني بيتي بقول الاستشاري أنا أريد حجرتي تكون بهذا البعد خلنا نقول هو أعطاك مساحة وقال لك أنا بسوي الغرف تقريبا أربعة في خمسة ورقم خذ الرقم هذا اللي يقوله وقارنك المكان اللي أنت يالس فيه يبيكون أنت عندك تصور جدامي أنا أنا يالس كذلك الله يعزك مثلا مساحة الحمام في حد يقولك لا خلنا نكبر في الحمامات اليوم أنا وأنت وغيرنا وليس مع عمنا كلنا نسافر نعيش كم في غرف الفنادق كافية ولا مبكافية مناسبة ولا ممناسبة يمكن أنت الغرفة كلها حمامك الله يعزك في البيت كبار عن الحجرة اللي أنت فيها في الفندق ولكن أنت يالس مكتفي صح أن هذه فترة مكوث مؤقتة وفترة يلس مؤقتة ولكن المساحات الرئيسية لنقصد بس أنت مرتاح مرتاح فهني نبدأ له أول شي هذا كله بعدين يحسب في مساحة البناء اللي تكلمنا عنها في البداية لأن أنا وحطيت كل غرفة خلنا نقول عشرين في ثلاثين وخمس وعشرين في ثلاثين قدم وابتدي تختار مساحات ضخمة أربع غرف نوم هاي يمكن طافت لي مساحة البنيان اللي أنا مستهدف بناء على موازنتي على سبيل المثال فأنا الآن أحكم عدد اللي أنا بحتاجها في البيت طبعا في عناصر رئيسية اللي هي يلسة البيت أو الصالة زين الخدمات اللي فيها طيب المطبخ أنا أبغي بانتري ولا أبغي مطبخ رئيسي وأبغي المطبخ الرئيسي داخل جزء من البيت ولا أبغي برع البيت هذه فيها كلها ولكن دايما نقول اللي بيحكم لنا الأشياء هذه والخيارات هي البوجت ومساحة البناء فأنا ممكن آية يقول أنا ممكن أسوي المطبخ الرئيسي داخل البيت وطبعا الكلبي بيقول لي الريحة والحركة لا أنا بخلي المطبخ جزء من المبنى الرئيسي بابا من الخارج ولكن جزء من نفس المساحة البناء الرئيسية ولها أكسس من بره ورد يكون في عندي داخل البيت ليش كنت أقول أن أنت تتحكم في الحركة في البيت غرفة الخدم مكان الملحق إذا أنا أسوي ملحق أرجع مرة ثانية ممكن يكون غرفة الخدم جزء من البيت ممكن يكون كل الخدمات موجودة في ملحق خارجي إذا قدرت أن أنا من ضمن موازنتي أخلي الخدمات برع طبعا أفضل أريح لأن البيت يكون مريم إضافة مساحة بناء فالآن تفصلها تماما هناك بره لماذا أنا دائما أقول لك بترجع في النهاية لنفس النقطة كم مساحة البناء كم التكلفة التي أقدر أتحملها في ناس عندهم بعض الاحتياجات الخاصة داخل المسكن بمعنى يقول أنا يهمني جدا الآن الآن كأنصر في المسكن مهم دائما كلنا لدينا أغراض وقدنا أشياء وأغراض السفار وكذا وكذا إذا قدرت مرة أخرى أنك أنت تخليها جزء من التصميم وتترك لك مكان مساحات للتخزين مهم جدا وممكن تخليها من نفس الكبت الرئيسي أو نفس المين درسينج ما لك تخلي كم من باب لغرض التخزين ولكن عادة من الاستخدام بتلاحظ أنه دائما بيقولوا لك والله نبغي مكان نحط فيه أشياء ما تنظيف تكون قريبة لمثلا الصالة اللي تحت أو مكان ثاني قريب للصالة هذا مع الاستخدام والحركة داخل البيت أنت ترسم كيف تكون الحركة داخل البيت أني على جزئية دائما يتكلمون فيها كجزء من الاحتياجات تقول لك أنا أحتاج ميلس البيوت الأولية لابد ميلس أكبر من الصالة صح عشان بعدين بعد الاستخدام تكتشف أنك أنت ما تيلس في الميلس هذا وما تفتح كل فترة وفترة صح وإنت كل يلستك في الصالة ومضيقة على عمرك بينما الميلس اللي هو أكبر وأريح ما تستخدمه إلا كل فترة فترة الميك غريب واليوم الخطارة والناس الضيوف يلونك البيت كل مهلك والنسابك فما بيت أحد غريب تحتاج أن الله خلي بابه برع وخلي ميلس هذا كل أنت ترسمه من البداية هذه جزئية وائد مهمة ترى فعلا اليوم تلاحظ أنت تلقى الصالة نستطيقين فيها هل البيت والميلس ما شاء الله والميلس هذا إذا حد يلس فيه تلقى مرة في الأسبوع ولا مرتين في السنة في الأعياد ولا في المناسبات ومثل المساحة ضائعة هيتكون لذلك أنت الأفضل أنك تركز على الصالة الرئيسية اللي هي لستك اليومية وبعدين أنا ذكرت في سياق الحديث أن أنت تخطط طريقة الحياة أو أنت تحدد طريقة الحركة في البيت إذا أنت من الناس اللي داما يستقبلون ضيوف من برع وعندك مثلا خلنا نقول أنشطات اجتماعية وعندك أي نوع أنواع اللقاءات مع ناس من برعها للبيت تمام بقول لك سوومي لكن أنا أتكلم عن الشخص العادي اللي مثلي ومثلك ما عنده احتياج محدد نفس ما أنا قلت عندي احتياج محدد غرض معين في البيت يحتاج إلى مكان يعني أذكر مرة أنا اشتغلت مع واحد على موضوع التصاميم قال لي أنا أحتاج مكتبة صور رجل إعلامي وعنده صور مع مسؤولين على مستوى العالم ويبغي مثل مثل ما يقولون هذا يبغي مساحة كبيرة يحط فيها صور ويحط فيها أشياء ويكون يمشي فيها تكون في كوردو هذا احتياج ما بيندي وعندك صح تمام صح يعني بس هذا شيء لازم تراعي بس نتكلم عن الاحتياجات العامة ركز على الأماكن اللي فيها يلسن الصالة بعدين حددت الأشياء هذي طيب هل فوق البيت أنا بسوي صالة ثانية ولا ما بسوي صالة ثانية أرجع مرة ثانية كيف يعني يعني في بيوت يكون في صالة تحت وفي فوق اللوبي بعد ما تصعد بالدراء إذا كان البيت دورين في صالة ثانية طيب هل أنا في تصميمي للبيت أنا بغي يكون عندي يلستين للفاميلي ولا أبغي الكل يتيمع في مكان واحد فبالتالي أنا بركز على الصالة رئيسية بسوي بعد فاميلي روم ولا صالة ثانية فوق هذا بيأثر على مساحة الغراء كل اللي تبعات ولكن أقصد أنت في النهاية أنت ترسم الحركة داخل البيت أنت تحدد كيف مناطق التجمع ما للعائلة وين بيكونوني في السون مثال بسيط أنا اللي بحط غرفة في كل تلفزيون في كل غرفة أنا ما بخلي ميت يمعهم فمكان واحد بالتالي كل واحد بيشلك له ولو تفر خصة بعد مع العيال كل واحد بيبتدي ينعزل ما بيكون في نقطة تجمع للعائلة أنت واللي هي الهدف الأساسي من وجود البيت نعم فأنت أنت تحدد بطريقة التصميم هذا كيف توزيع البيت طيب خلصنا احتياجات خلصنا توزيعات رئيسية ضبطناها مع موضوع الموازنة مالتنا فخلنا نقول وصلنا إلى نحن عارفين كام غرفة عارفين شو مكونات المسكن المالي في صالة في مثلا ميلس إذا احتجت في كذا في كذا في كذا ويمشي مع احتياجاتي في بعض الأشياء حد يشوفها تخلنا نقول لكجري أو أشياء فيها يعني عدم احتياج وفي حد يشوفها مهم مصعد حوض صباحة صح حد يشوفه هذا نوع من الرفاهي ولكن في حد عنده احتياج عنده حد كبير في السن عنده حد كبير عنده بينق الأغراض يعتمد أنت شو عندك من احتياجات إذا أنت عندك احتياج خاص مهم جدا أنك أنت تحط في بالك هذا الشيء وقت ما أنت تحط التصميم إذا أنت ما بقدر تديره من البداية أو عفوا نتخصص الموازن أنا ممكن أخليه للمكان وهذا وايد نسويه أو يسوونه في مجال تخطيط المباني أنا أخطط البلة مثلا سي دور واحد وأحط تصوري لما بقدر وبسويها دورين كيف بيكون وخلص المخطط التصور من الحين وأقول يوم بابني ملحق وين بيكون أو اللي هو يسمونه ماستر بلان ما للأرض يوم الأساس يكون لطابقين بس أنت الحين بابني طابق واحد ومقدرتك طابق واحد بابني الآن زين أني يكون عندك المخطط وعندك تعرف كيف هذا المكان بنتقل فيه للمرحلة الثانية بسوي ملحق بس ما أقدر أسوي الآن طيب وين بيكون مكانه أكون عارف أنه على مخطط الأرض وأنا كاستشاري وكمقاول عارف تمديداتي وبتنتهي وين بتسير وين في المستقبل بسوي حوض سباحة جدام بخلي تمديداتي وخلي الأمكان عساس وين بيكون الحفر ويمكن حوض السباحة حتى لو ما سويه الحين بس أحدد المكان نرجع للنقطة مرة ثانية التخطيط للموبوع والبيت كخطة متكاملة كأني بسوي ستاجز على مراحل هذا إذا أنت متبقى تسوي كل شيء مرة وحدة أنك تبتدي تاخد في مراحل كل مرة على مقدرتك المالية فتحط لك مخطط كامل أنت متبقى تضيف الوحدات الإضافية هذه هذه نقطة جميلة أذكر عندنا حد من لهل سبحان الله سوى نفس الشي بنى بيته الأساس اللي طابقين بنى طابق واحد وكمله تقريبا حول 15 سنة ما شاء الله اليوم والعيال كبروا وابتدى حين البيت نوعا ما يعني ضاق عليهم شوي يحتاجون غرف زيادة سبحان الله طلع حتى أذكر أجر مكان مدة ثمانة شهور تسعة شهور بنى طابق ثاني وصل كأنه ما شاء الله بيتي ديد وبالاحتياجة اللي هم يبونه في هل وقت يمكن ما كان احتياجهم هذا اليوم بدأوا البيت ولكن الحين هذا احتياجه بس فعلا والله هاي نقطة واحد مهمة بمريب يعني أنا مو بلازم أسوي كل شيء الحين لا أنت ممكن تخطط على الأشياء الرئيسية ويكون عندك مجال أنك أنت تتوسع اليوم المشاريع الضخمة اللي تتشوفها في البلاد تخلص كلها مرة وحدة ولا يخلصونا ستيجز ستيجز مع فارق التشبيه وفارق حجم المشروع لكن هذا مشروع هذا مشروع بس على قياسي أنا بخطط بقول المرحلة الأولى منها أنني بخلص الشغلات الرئيسية في البيت وبشأول الأشياء الرئيسية اللي بحتاجة عشان أنا أسكن وأبتدي أنتقل بيتي ويكون يعني خلاص معتمد فيه على عمري نزي حطيت خطة حطيت تصور للبيت وحطيت الموازنات وكل شيء ماشي أوكي نيل الحين على جزئية شو الطراز اللي أنا أبا هذا في حد ما تفرق عنده في حد يقولك أنا يهمني عدد الغرف تعرف عطني كم تصور لكم واجهة وبأشوفه في حد لا بالذات أنا أتكلم عن الجيل الحين اللي سافر ولف ويتطالع وسوشال ميديا وإعلام ونت ودخلت في نادق ودخلت كذا زين أنك يكون عندك أنت عارف الفليفر اللي يناسبك أو عارف الطابع المعماري اللي أنت يناسبك هنا نحب الشيء التقليدي هنا نحب الشيء التراثي هنا نحب الشيء الإسلامي حب الشيء الأندلسي والأحب المديرن اللي هاليام عبارة عن ترند وعبارة عن يعني هو الدارج والجماعة ويحبونا أنه فريش وأنه فيه إنارة وفيه زجاج وفيه كذا بتقول لي شو أفضل وشو أسوأ بقول لك اختيارك صح بقول لك أنت شو ترتاح أنت اللي بتسكن في هالبيت أنت بتسكن أنت مرتاح أن المكان يكون على طراز حديث وفيه مثلا إنارة وفيه كمية زجاجة كبيرة وفيه كذا وفيه كذا الآن بنبتدي بعدين بندخل ما أبغي أدخل في تفصيل زين والتكييف زين والحرارة شوف في النهاية أنت بتعيش في البيت أنت تختار الشي اللي خليك أنت مرتاح الشي اللي خليك أنت تكون يا لس البيت هذا مرتاح وتكون أنت يعني مستمتع أنت وأسراتك في البيت بس الطراز المعماري أو شو بنختار من ثيم وشو بنختار من نوع حتى التشطيبات هذا عندك عندك أشخص أبو مريم إذا الحين نحن ما بندخل في تفصيل وعيد ولكن بحكم أن المادرن هو اللي الحين التصميم الدارج معظم الشباب أو معظم اللي يبنون بيوتهم الحين عندهم البرفرنس أو يفضلون موضوع المودرن أوكي أنت ذكرت نقطة وايد مهمة والنقطة هاي رمسنا فيها هنا وانت قبل ومتكررة عند وايد ناس اللي يتجهون لتصميم المودرن التكيف التكيف كيف أنا أقدر أحط احتياجي لأن بحكم أن نحن الحين بعدنا إلى الاستشاري نصل للمقاول نعم نصير للمقاول التكيف وكم طن وغيرها هذا يتم في هاي المرحلة نعم كيف أنا ممكن أتجنب أني أنا أطيح في مشكلة سكنة البيت لكن المكيف ما يبرد نعم وانتي موضوع الحرارة شوف وقت التصميم معادلة عادة أنت نحط لمساحات البناء وكم تحتاج من الوحدات الطاقة حتى أنك تبرد هالمكان فيه لحسب وفيه لها ناس مختصين من ضمن نطاق نعم وهذا من ضمن نطاق عمل الاستشاري فهو يقول المساحة هذه على حسب المعادلة الموجودة عندي يبالها ثنين طن ثلاث طن أربعة طن خمس هو يحدد هذه يحط هو فيها دائما عامل إذا المكان في زجاج في ويد أبواب فبالتالي أنت لما تفتح تبتدي تخسر برودة المكان طبيعة الزجاج نفس اللي موجود عادة يأخذون سكاشن أو يأخذون قواطع تكون دبل بليز أساسا أنه تكون ما تكون دخول الحرارة للمكان هذا سهل بس هذا كله يدرس من ضمن نطاق عمل الاستشاري ووقت التصميم الحين بس النقطة الأخيرة في الاستشاري قبل ما نطلع لمرحلة المقاول كيف الرسوم تكون هل الرسوم هو مبلغ أو نسبة من أجمال التكلفة للبيت التسعيرات تختلف كيف خبرنا عن التكلفة التكاليف الاستشاري تفرق من مكتب لآخر كل مكتب لطريقة ولكن المتعارف عليه المتعارف عليه 4% من 3% إلى 5% من مساحة البناء من تكلفة البناء بمعنى من 3% إلى 5% من تكلفة البناء وموزعة هذه الـ 5% أو الـ 3% على تصميم وعلى إشراف هذه المعادلة الدرجة من زمان موجودة ولكن في مكاتب ثاني بيقولك لا أنا بسوي لك التصميم ولكن الإشراف كوني أنا بتموياك فترة طويلة أو بتموياك سنة ونص أو سنتين الإشراف أنا أخذه مبلغ مقطوع شهري في مكاتب شغالة بهالأسلوب هذا من السنين الآن كم تتفعله في الشهر في حد يأخذ ثلاثة في حد يأخذ خمسة في حد يأخذ عشرة على حسب أنت تتعامل ويمنون بالمئة ولا 10 ألاف هذا الإشراف إنما نرجع مرة ثانية عشاس أننا نحط الأمور يعني في مطاق واضح تكلفة الاستشاري الرقم المتعارف عليه المتعارف عليه من ثلاثة الخمسة بالمئة من كلفة البناء وكيف يطلع كلفة البناء وإحنا بعدنا في بداية التصميم عرف احتياجاتك عرف ميزانيتك سوى تقدير يبتدي بعدين مع تضاحل الرؤية وأنك توقع عقد مع المقاول السعر أصبح موجود يبتدي يعدل الحسب عليه هذه وحدة من الأساليب اللي يعمل فيها الاستشاري في الاستشاري ثاني يقولك لا أنا التصميم مالي سيئة مئة ألف والإشراف مالي مثلا عشرة ألاف طبعا لا تكلم عن مكاتب السوق العادي تكلم عن المكاتب اللي بتدخل أنت لنطاق مكاتب شوي أكبر أو نطاق أسماء معروفة هذا طريقة العمل معه غير لماذا؟ لأنه عنده كان في كلفة معينة تطلع الحسبة مالتا فطبعا هذا يعني شو بقولك هذا نفس يوم أنت خلينا نغير الكنتكست عن البناء نفس يوم أنت تصير تطلب وجبة من مكان فاست فود وتطلب وجبة في مكان فانسي فايف ستار في هوتل صح ماي بإشتسام ميل أز أميل ولكن هذا في فندق وهذا في مكان فايف ستار أو هذا في مكان عفوان خلينا نقول ستريت فود يفرق المكان اللي أنت تأخذ منه مو بتقليلا مش أن حتى بس أنا أتكلم أن كل واحد لسعره صح كل واحد لتكاليفه صحيح ولكن السعر المتعارف عليه هذا المقاول المتي الآن نحن خلصنا التصميم خلصنا المواصفات خلصنا حددت احتياجي حددت وحددت ورسم لي هذا اللي يسمونا فلور وعطاني الواجهة اللي هي بتبين لي الشكل هل هو إسلامي هل هو أندلسي هل هو وتبر واتفقنا على الشكل واتفقنا على حد الألوان واتفقنا على المواصفات اللي بتحدد السعر مواصفات أنا ممكن الأرضية تكون متر عشرين درهم وممكن أرضية تكون متر خمسمية والف درهم الآن أنا معا الاستشاري المفترض يكون اتفقويا على سعر يكون حطليها من ضمن موازنتي ثانيا ييبلي أشياء موجودة في السوق يعني مو بيحطلي سعر بسير ألف في السوق كله ما حصل شي بالقيم اللي حطلي آها صحي لا المفترض تكون تسعيره مناسبة هو أيضا اللي بيكون يوجهك فيها بيقولك والله مثلا السعر هذا ترى ييبليك سراميك زين ممكن ييبليك راسخين أو ممكن ييبليك إيطالي أو ممكن ييبليك مثلا هو يحدد لك ما وين بتحصل هالشغلات هذه بتدي يحدد لك نطاقة ما بيقولك وين هو المحل بيقولك أنه في شي في السوق ممكن تحصل بهالسعر سوينا جدول المواصفات عرفنا مواصفاتنا عرفنا المكونات عرفنا التصميم المتكامل بالفنش نية على موضوع المناقصة واختيار المقاول أيضا بيصير هو بيختار لك مجموعة من المقاولين المرخصين المعتمدين البلدية اللي أنت ممكن أيضا تتأكد أن هل هذا المقاول عليه مشاكل عليه قضايا عليه مثلا هذا الجهات الحكومية المتعطيني بتقولك أنه الآن ممكن تستفسر هل هذا مثلا عليه شكوة هل هذا عليه كذا اللي حين بتقول لي زين يمكن ما يدروا ممكن وارد ممكن يكون في شيء ممسجل عليه بسأخصة أنه أنت اجتهادك يكون هني أن واحد مسلم مشاريع في حد يقولك خلني أسيرا تطلع على وحدة من مشاريعك اللي شغال فيها الحين صح أو اللي توق خلصتها أبا شوف مستوى الفنش مالك أبا شوف كيف تركب السراميك كيف تصبغ كيف تسوي البلستر كيف أبغى أشوف نظافة العمل ممكن يقول لك تعالوا وشوف وطلع عساسا أن أنت تكون مطمئنة أنت اخترت مجموعة من المقاولين سوى الاستشاري المناقصة المفترض ما يدخلون أقل من خمسة عشانا أن تكون حصلت تنوع وعدد من العطاءات اللي بتقدر تخليني تعطيني تصور عن سعر السوق أنا والاستشاري نعرف أن تقريبا تقريبا سعر السوق هالكثر بيستلم الأسعار في العادة بتحليل الأسعار بيكون عندك فيه شريحة مبالغين جدا في السعر وفيه شريحة لناس اللي نوايت في السعر لا نبه هذيل ولا نبه هذيل لبه الناس اللي في النص هذيل الناس اللي في النص يبتدي يقول له أوكي الآن ببتدي أفاوض قتالوا أنتوا كنتوا شورت لست خل ندرس العطاءات مالهم مع الاستشاري يبتدي يشوف هل شمل كل شي هل سعر كل شي حسب المواصفات المحطوة اللي أنا ذكرتها ولا فيها شغلات ما فيها وضوح أو شغلات لا طلعها من نطاق عملة خلاها علي هو هذا الاستشاري بيراجع التحليل هذا العطاءات أبو مريم مصطلحات شوية العرض العرض ما المقاول تمام العروض بيطالعة بيقول لك والله أنا الآن كل العروض اللي يتني من هذا للمقاولين أنا حللت الشي اللي حطيته العرض يعني مثلا هالبيت هذا بسوي بهذه التكلفة بهذه المواصفات أنا سعري يشمل واحد اثنين ثلاثة أربعة بسوي كذا بسوي كذا المدد الزمنية كم يذكرون المدد الزمنية كل شيء مذكور أوكي أوكي بعد ما أنا رسيت مثلا قال لك أنه هذي لهم أفضل ثلاثة مثلا بتبتدي أنت تشوف عادل أقرب في السعر الأفضل أنك أنت تروح عند المقاولين هذي اللي لهم تبتدي أنت تقابلهم لأنه في جزء كبير الشخص هذا بتتم تحتك في سن ونص إلى سنتين لما المشروع يخلص مهم جدا أن يكون فيه كميستري أو فيه يعني خلنا نقول تفاهم ما بينك وما بينك لأن هذه علاقة مش كسيرة مو بسبوع ولا شهر فالضبط فمهم أنك أنت هذا الحاجز تكون كسرته واتفقت له وتحدد له أنا الآن مثلا أبغي كذا أبغي كذا أبغي كذا ممتاز تدينا المشروع المفترض يكون فيه تقارير إشرافية وأمور تيك من عند الاستشاري ملخصات بسير العمل وأنه سار وزار وصور وكذا وأنه سير العمل حسب الخطة أشوف من الضروري مهندس أن صاحب البيت يمر السايت يمر الموقع بين فترة وفترة نعم ولو أنه مفاهم شو اللي هم يساوون لا مهم أن يسير ويشوف ويرتب لزيارات ولكن مهم جدا أنه ما يدخل في الجزئية وما يفهمها ما يدخل صحيح يعني أنت الآن ما أقول أنك تشوف شي حد يعني الآن معظم اللي يصير لنا تعال بيبر بيعي يعني يعرف شوف شو هذا شو سوى صح ولا سوى غلط هنا تبدأ أنت تدخل ويد أطراف وتبدأ الآن يكون الموضوع ما فيه سيطرة لازم يكون فيه ثقة ما بينك وما بين الاستشاري مهم جدا أنك تختار استشاري ثقة تثق فيه لأنه اللي يمثل المالك بعيدا عن الجانب الاستشاري أو الهندسي ولا غيرة نيف الجانب الاجتماعي دائما كل ما بتيب حد سواء نربيعك حد من أفراد العائلة الله لك مليون مشكلة الله لك مليون مشكلة طبيعي يقول لك هذا ولي دار هذا ليش شيء لا الله يهديك ما يستوي ليش حاطنا لهذا كذا لا زيده هني حطه هني فممكن أنت تدخل في دوامة ويستوي الموضوع تعرف هذا موضوع يعني أنا حاب أذكره أن التغيير في المشروع بعد ما ابتدى المقاول مكلفة حملية مكلفة بتغير تغير قبل ما تبتدي تعتمد التصميم المتاخد السعر وقب ما تبتدي البنيان عقب بيبتدي هذا بيقول لك أمر تغييري هذا بيقول لك أمر تغييري الاستشاري بيقول لك أبو فاتورا المقاول بيقول لك أبو فاتورا and it's endless موضوع التغيير لازم نحاول قدر المستطاع أنه نحن نتجنبه يعني في مثل دائما يقول لك مجر تويس كتونس قايس مرتين اقطع مرة وحدة صحي خذ احتياطاتك قبل تاخد هالمحاذير يكون عندك تنسيق ما بينك وما بين المقاول يكون الاستشاري يعطيك تقارير دورية إن شاء الله الأمور تكون ماشية في الاتجاه الصحيح وتخلص مشروعك مدة المشروع عادة خمسة عشر شهر لثمانة عشر شهر عادة عادة بعد ما خلص المقاول شغلة مثلا اتفقنا نحن على ستة عشر شهر ومرة ستة عشر شهر هذي واستلمت البيت شو اللي يستوي بعدين في حدي يشيق في شهادة الإنجاز طبعا لجراء اللي يصير مع البلدية تطلع البلدية تعاين وتقول المبنى هذا أنجز حسب المخططات بعدين تبتدي سنة الصيانة اللي هو السنة اللي فيها ضمانات على معظم أو تقريبا كل الأشياء اللي في البله الأمور المتعلقة بالكهرباء والتوصيل هل تم عن طريقي أنا؟ بعد عن طريق المقاول الرئيسي المقاول الرئيسي هو يرتبها بتنسيق مع الاستشاري نقطة أحب بعد أن أذكرها في نهاية الحديث أن أنخلص البيت أنت عندك سنة صيانة يا بدر سنة الصيانة اللي بتقدر تكلم فيها المقاول تعال هذا اخترب تعال هذا ما يشتغل هذا الشيء ما بيبين إلا إذا استخدمت البيت معظمنا طوف الوقت ويأخذ راحته لما يتحول ويسكن البيت تضاعت عليه سنة الصيانة يبتدي الحق المقاول لك تخلصت حاول تسكن بأسرع وقت عسى بتبتدي تاخذ حقك فإنك تستهلك البيت وتبتدي تحدد ملاحظاتك وتعطيها للمقاول جميل فأنا حاول قدر المستطاع أن أنا أسكن البيت في فترة الصيانة هذه السنة نعم عسى سنة عسى إذا فيه أي مشكلة وابتدي أستخدم البيت عندي حد أقدر أرجع له عندي حد أقدر أرجع له نعم ممتاز ممتاز بمريم زاك الله خير وياك استمتعنا وايد ونتمنى إن شاء الله من الإخوان والخوات على فكرة ترى أنا اللي لاحظت مو بس الشباب هم اللي يمنون ترى اليوم في مجموعة كبيرة من الخوات هم اللي قايمين على موضوع البنى ترى في بيوتهم فنتمنى إن شاء الله تكون هاي الحلقة أضافت لي أنا صراحة لكثير تكون إن شاء الله أضافت للناس ومشكور وما تقصرت إذاكم الله خير ومشكورين وإن شاء الله يعني مثل ما تقلت نتمنى أن يكون هذا إسهام يعني كل حد ياسبني بيت نتمنى إن شاء الله أضافت لكثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر